ما تخذش على الأهل بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهل أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة وكل عام وأنتم بخير حيجي لك وقت لو زهد ولذلك هذا عهد أنا وأخذه على نفسي ما عرفش أنت يعني شأنك أنا أكبر في السن والقيمة لا لا وأرى أن أنا عشت عمري كلها أكرس أمري لمصلحة النادي الأهل والدفاع عن حقوقه تبقى لمورسات وقيم وتقاليد وسياسات الأهل فوق الجميع جميع أبنائه ودون مكابرة إلا بالحقيقة والمستند سأستمر على هذا الوضع لو بقيت وحيدا ومهما تعرضت كما أتعرض الآن لسهام للأسف الشديد بعضها يعني كان هناك يعني يقولك ألا ما قلني شر الأصدقاء هذه الجملة أنا بقيت مقتنع بها جدا لأن هما مش أصدقاء لكن أهو حواليك ناس ربما بعضهم يستغطر عليك حاجة ربما بعضهم شايف عليك كفاية كده وبعضهم عايز أو مش يقاري المشهد لكن هذا لن يشكل ضغط أو ابتزاز ليا يا أستاذ إبراهيم أنا اكتشفت الأسبوع الماضي وأنت واحد من الناس اللي نبهوني اتقال كذا في موقع كذا خلي بالك كلفت له فرم آه آه لدكتور وليدي العزة بصديقه ومحامي ضليع متخصص في هذا الأمر فبحث في الأمر حجم الصفحات اللي بإسمي وبعضاحة التليفوناته تواصله بي يعني مؤكد بيبيع إيه وبيشتري إيه على الصفحات دي بصورتك وإسمك حاجة تقترب من العشرين موقع وبدأنا فعلا إجراءاتنا وسيتم الملحقة ومش هنطرق هذا الأمر ثاني وثالث وعشر أستاذ إبراهيم ألهالك وأنا أقول لكم ليس لي مواقع رسمية حتى الآن لا صفحات ولا حسابات ولا حسابات ولكن إذا كان القانون يلزمني بنعمل صفحة عشان أقفل السكة على الناس هعملها ومش هكتب فيها حاجة عشان ما حدش يقول لكم عدل قيعي قال أبدا على السوشيال ميلي فلا إن بيلبسوك قضايا خطيرة جدا بيتدفع الناس وبتهجم الناس وبتتعرف بسبب هذا الأمر لمضايقات أنا مش مسؤول عنه بكرة ماتش الأهل والزمالك بكرة مباراة القمة طاقم تحكيم أسباني أستاذ القاهرة الساعة 7 مساء النادي الأهلي بفرقته دلواتي بعد التمرين على طول المعسكر في معسكر القمة بكل أجواء التركيز للقاء القمة بكل حسابات الفنية ميستر كولر عمل كل الشغل وبيعمل كل شغله مختار كل العناصر المتاحة الجيدة المناسبة للمباراة كابتن خالد بيبو أيضا في الجزء الإداري والتهيئة الكاملة لللاعبين الكل في قمة تركيزه لمباراة القمة ويودر كاملية والمباراة اللي هي أصلا مباراة جماهيرية مهمة حتى لو كنا في بنلعب مباراة ودية فما بالك وإن هي في إطار مسابقة معدش عند الأهل الترف التضحية بأي نقاط فيها أديكم شايفين دي لقطات من المران الأخير النهاردة الكل في حالة التركيز جسام أبو علي رجع وتمرن وجاهز إن شاء الله تعالى لتعزيز هجوم الفريق محمد الشناو ومحمد عبد المنعم ومروان عطية اللي أراحهم كولر المباراة اللي فاتت بيشاركوا بقوة وجاهزين للمشاركة إن شاء الله بقيت العناصر الكل اللي انتوا شايفينه الكل في حالة الاستعداد للقاء القمة ومسر كولر سواء محاضراته الفنية أو الفرجة على مباراة الزمالك أو تحليل أداء الزمالك الجهاز المعاون بتاعه أيم كخلية عمل متكاملة الكل في قمة تركيزه للمشاركة في هذه المباراة اللي انتوا شايفين مراني الأهل الأخير للاستعداد لها باشوانتس طبعا أنا لسه بقولك محاولة لتشتيت تركيز اللعيبة بما فيها قزمة إمام عشور خارج الملعب ما تخرجش المشهد ده من تعمد خلق مشكلة للعب وهو لازم لعبتنا تخلي بالها من النقطة دي بقى ما نديش لحد فرصة يخلق لنا أزمة واستدرجنا إلى حيث نريد الوضع مش كويس أنا مش سعيد بالمشهد الكروي مش سعيد للي وصلنا له وكنت أحذر من سنوات من كلمة التحفيل المستمرة لأن بقت هدف لدرجة أن الصفقات بقت هدف ما بقتش وسيلة أي يعني عملت أو لما عملتش تاخد كاس مصر في الصفقات ده مطلوب عشر صفقات أجانب حي تروحوا فين وبالأسماء كل يوم ناس تأكدوا وناس تمشي الغريبة جدا 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 أنه كولر ينسى بليه كل يوم هو حيماشي مين تقريبا ما قاعدش حد من الفرقة نتنبه لدي عملية شوشرة وتشويش للعيبة بعضهم اللي عنده يعني موقف تجديد وبعضهم اللي عنده موقف تحسين عقده وبعضهم اللي منتظر أو يتطلع إلى عروض خارجية وإنت كنادي بتدرس كيف تدعم فريقك والطوارب والصمرات وإنت بتعمل كل ده مش نقص حد شوشرة عليك ولذلك مش عاديين جماهيرنا تستدرج أو في الحتة دي سيبوا بقى نطنش كده ونبقى دماغنا كبيرة شوية ونفوت الفرصة على اللي عايز شوشرة علينا كل اللي طلبه من جماهيرنا الالتحام الكامل مع فريقك ومعنى ديك ونأجل وننبي شوية الأراء اللي انت صاحب حق فيها ولكن ربما التوقيت بتاعها ما يكونش إيجابي بقدر ما يكون مطلوب الدعم وإنك تسيب الناس تشتغل شغلها دون أن نصادر على حق أي أحد فيه إنه يتكلم زي ما هو عايز لكن احنا بنقول تطوعوا لصالح نديكوا بإنكم تدعموا مش وقت ناخد دلوقت الناخد هو بيلقى من كل حتة من مصر ومن بره مصر يا سيد إبراهيم ده فيه برنامج موجود في الخليج ما بيتكلمش إيه على الدور الخليجي بتكلم عن نادي الأهلي والإساءة ليه وكل الإصدافات اللي بيعملها إزاي يسيق للنادي الأهلي ويجيب ناس تهاجم النادي الأهلي حتى كان بيجيب واحد يدافع النادي الأهلي بطر يجيبه لما لقى أنه عنده قوة الحجة لا هو مش عايز كده وإحنا عارفين مين اللي بيغزي هذا الكلام يعني هو أنت الأستاذ يعقوب السعدي مش بيتغزل في النادي الأهلي هل بيجيب سيرة الزمالك أبدا بيجيب سيرة بيرمد أبدا بيجيب سيرة أي حاجة سالبيه في أي حاجة لا هو يتغزل في الآهلي الأستاذ الذي قال علنا أنا زمالكاوي وإزاي بيحصل ما تتغزل في نادي الزمالك ومالكش دعو بالآهلي هو أنت أنت فاهم أن أنت الكلام اللي بتقوله ده حيعلم عند حد هنا يا عم أنت نقطة ببح أنت مدي لنفسك حجمي مش موجود أنت غير صاحب تأثير يعني إذا كنت فاكر أنك صاحب تأثير وإلا ضيوف المجروحين اللي بتجيبهم عشان خائمة المجروحين ضحايا تفوق الأهلي اللي بتجيبهم يفشوا غضبهم في دعواك الغير أمينة لا دلوقتي إحنا بنتكلم كده وبعد كده هنتكلم ونحط النقط على الحروف فخلينا كل واحد ينشغل بالدوري بتاعه بنادي اللي بيحبه يعني التدور ما يمثل لك إيه عندك ولا حاجة بتدور على على مشاهدة فين إلا إذا كنت معترف بقى النادي الأهلي ده اللي اللي يمدحوا أو يشتموا بيوصل أن يعمل بومنج ويبقى نجم فهذا اعترف منك بشعبية الأهلي اللي عملت تشكك فيها هنطلع على فاصل وبعد الفاصل مع المهندس عادلي هنشوف كتير من التفاصيل المهمة أهلا بحضراتكم من جديد والله يزين النوادي فعلا لأنه انتو لما تلاقي حد هو اللي تعب كل هذا التعب وخاط كل هذه المباريات وصاحب الرصيد الأعلى في المشاركات وصاحب أكبر عدد من المباريات في الفترات الزمنية المضغوطة ومع هذا مقدر الظرف وبيلعب في الوقت اللي يتم دائما محاولة التلميح والتلقيح على إنه في مجملات وللأسف محدش بيتكلم لا بمنطق ولا بورقة ولا برقم كله بس قوله مرسل علشان خرق مبدأ تكافل فرص عشان المجاملات تيجي تسأل أي حد طب ما تيجي نتكلم ما تسمعش كلام منطقي أبداً لا يا هو كان طبعاً ممكن يا شعر إن فيجوه ما هو حر ما تتدرش تجرد إنسان من شعوره بسي لو تنقش بموضوعه كان له توقيت ما استناش إن كرة تيجي في العرض تفكر لي بكل كلام ده طيب كنا بنشير قبل الفاصل إلى دور الجمهور المهان سعدة لما تكلم قالك الأهل جامد بجمهوره وجامد بنظامه وجامد بسوابته وجامد بتاريخه وجامد بإخلاص رجاله وجامد بدستوره اللي بيحرك الناس كلها وفقاً ليه مصلحة النادي ومصلحة الأهل فقط قوة أنا بس عايزة أترجم حاجة جامد بكل هذه المكونات لقيمة الأهل وقوته قوة النادي الأهل ذاتية لا يرتكن فيها إلى قوة خارجية مستمدة منه كمته من تصرفاته من قيمه ومتمسكه بسوابت ومن احترام تدول السلطة تدول السلطة سيد إبراهيم من أعظم الحاجات اللي تحدث في النادي الأهل ما كان الخلافات بأن القيادات اللي ما بيوفقش بينزوي ويسيب للآخر يشتغل هو ده الناس لن تبصل كده ولما على فكرة معظم الناس اللي بتردد على المجملات ومتاعه لما بتيجي لها لحظة صراحة يقول لك اتعلمه سلسة من نادي الأهل طب وطالبت جرد الأهل من أهم أسلحته في التفوق طيب واحد من أهم أسلحة التفوق الأهل تاريخياً جمهوره الأهل وقيمة الأهل الحقيقة في عدم الفصل بين مكوناته بمعنى أنه جسد واحد فعلاً عضاء الناد اللي هم عضاء الجمعية العمومية اللي بينتخبوا مجلس إدارة هذا المجلس دائماً ما يلبي رغبات الجمعية العمومية ويرض طموحات الجمعية العامة الجمعية العامة جمهور الآله في كل مكان والجمعية العمومية اللي داخل الأسوار هذا لا ينفصل الجمعية العمومية اللي داخل الأسوار ده جزء من جمهوره وهم جمهور أصلاً هذا الأسبوع أو الأيام اللي فاتت بعد مباراة للأهل في الإسكندرية يعني لبت نداء الرحمن فتاة الأهلي نوريهان ونرجس حادث طريق أمام استاد برج العرب الفراحمة ونورة على نوريهان ونرجس لكن هذا الحادث الأليمة الموجع لقلب الأهلي والأهلوية بين هذه الالتفافة من النادي الأهلي وإزاي فعلا كله جسد واحد كابتن محمود الخطيب رئيس النادي فور علمه أمر بتكليف المهندس خالد مرتاجي أمين السندوق بترقص وفد لتأدية واجب التعازي ومرسم الدفع لفقيدتي الأهلي وجماهير الأهلي نوريهان ناصر ونرجس صلاح يمكن حتشوفوا بعض الصور ليه المجلس وهو بيقدي هذا الواجب اللي هو ده أمر طبيعي جدا وفد كمان شارك في تشيع جنازة نرجس صلاح كانت في مساكن الأسرة في القاهرة الفاطمية ثم توجه تاني يوم على طول المهندس خالد مرتاجي وكان الأستاذ محمد الجرحي والمهندس محمد سراج والدكتور مهند مجدي والكابتن خالد بيبو مدير الكورة والعميد خالد مرسي مدير مقر الجزيرة توجهوا أيضا إلى المنوفية لتأدية واجب التعازي لأسرة نوريهان اللي دفنت في مسقط رأس أسرتها في الشهداء منوفية الحقيقة صور كتيرة حتشوفوها لهذه المشاركة اللي بتكشف حتى في البيانات الرسمية للنادي عن تفاعل الأهلي مع جمهوره وعن تقدير النادي الأهلي لهذا الدور النبي للجميل المحترم لكل مشجع الأهلي وشفنا مشاركات كتيرة وتثمين لهذه المشاعر الطيبة اللي لا نملك معها إلا الدعاء بالرحمة والمغفرة إن شاء الله لروح نوريهان ونروح نرجس والدعاء لأسرتهما بالصبر والسلوان إن شاء الله موقف يا أستاذ إبراهيم يترجم على أرض الواقع معنى عائلة الأهلي الكبيرة الأهلي يتعامل مع الأمر أنه عائلة تضم عشرات الملايين من جماهيره كلنا عائلة واحدة وهو في كل المواقف لا ينتصل عن هذا المعنى ويؤكده باستمرار يشعر بمسؤولية اتجاه هذه العائلة الحقيقة لعبت الأهلي كمان دعموا أسرتين الفقيدتين وقدموا لهم كتير من التعازي بل إنه أعلن لعب الأهلي عن التبرع بجزء من رواتبهم لأسرتين نوريهان ونرجس كابتن خطيب كلف المهندس خالد مرتجي كما أرسل خطاب عاجل للتحاضي الكرة بالسمح بوقوف دي أحداث تم تطبيقها في المباراة التالية على طول للأهلي أمام الداخلية وقف الأهلي والفريق الداخلية والحكام دقيقة حداد وصمت على روح نوريهان ونرجس وقال الكابتن خطيب ضمن قراراته إنه مجلس الإدارة حيبحث في الجلسة القادمة الأول والإعلان عن قرارات أخرى يراها مناسبة لدعمه ومشاركة أسرتين الفقيدتين في هذا المصاب الجلل وكلف الإدارة التنفيذية بالقيام بكل التسهيلات مع أسرتين نوريهان ونرجس ألف رحمة نور على روح فقيدتين جمهوري يعني حادث مؤلم ينتقص من فرحتك وساعدتك بالعيد والمشهد والمباراة لأن زي ما قلتلك تشعر أن فرض من أفراد عائلة الأهلي تعرض لهذا الحادث كمان نعى النادي الأهلي وأدم التعازي إلى نادي الزمالك الشقيق بعد التلقيق أيضا تعازي من نادي الزمالك ومن كل الأندية الحقيقة في هذا المصاب نعى الأهلي أيضا رحيل مشاجع الزمالك على العطار اللي وفاته المنية إثر حادث طريق أيضا وهو راح يحضر مباراة الزمالك الأخيرة يعني تبقى هذه اللقطات والوامضات هي الشيء الوحيد المضيء في وسط كل هذا الارتباك في المشهد الكروي إن إحنا نتبادل المشاعر ويريت نركز ننمي الحاجات دي بدل ما نقعد يعني نشخصا الأمور ودون أن إحنا نجرد أي حد من الدفاع أو ما يتصوره دفاعا عن حقه لكن دون التعرض بالتلقيح أو بالتلسين أو بالتصغير أو إنكار من الآخر أبدا كمان كان في حادث مؤلم جدا استشهد على أثره لاعب النادي الأهلي الفلسطيني اللاعب أحمد أبو العطى هو وأسرته الحياة زوجته وأولاده في استهداف طائرات الاحتلال الغاشم لمنزله في مدينة غزة وراح لاعب الأهل الفلسطيني وأسرته ضحية هذا الحادث الغادر الأليم الموجع إلى متى أستاذ الرحيم إن الحقيقة يعني ضمير الإنساني في العالم يبدو أنه قد شلق لا شلق طبعا عندما يتحكم أصحاب المصالح في مصير العالم لا تنتظر العدالة شي مؤلم جدا أنه كل لحظة وأخرى يسقط عشرات الشهداء وتراق الدماء الزكية على هذه الأرض الطيبة ولا أحد يتحرك قال في رحمة ونور على روح الشهيد أحمد أبو العطى نجم النادي الأهل الفلسطيني وأسرته ولكل الشهداء ضحايا هذا الاحتلال الغاشم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزول عن هذه الأرض المقدسة بإذن الله تجاوب لنا على السؤال ده؟ نطلع لفاصل وبعد الفاصل حجاوب للمهندس عدي مين المستفيد من التحكيم وكانت ليه الشرارة الأخيرة دي أهلا بحضراتكم من جديد شفنا إحنا الموقف بالنسبة للمسابقات والجداول والعقوبات وأعتقد واضح بما لا يدع أي مجال للشك هي المسألة مين الطرف المدار ومين الطرف اللي بيجامل وإيه فكرة تكافؤ الفرص والتلميح دايما على أنه الأهل بيتجامل حتى فيما يخص التحكيم الأهل اعترض على التحكيم طلب حكام أجانب وهيتغرم كتير وهيتكلف كتير بس أصاد أنك أنت فعلا عايز تطور وعايز تغير وعايز تحافظ على حقك بتدفع تمن غالي جدا اللي فجر بركان الغضب ده كله زي ما المهندس عدلي أشار في الإنترو الكرة جات في العرضة يعني كرة زيزوا في ضربة الجزاء لو كانت دخلت أو اتحسبت كانت تغير مجرى النهر تماما سيبكم من رأينا أنا قبل ما نخش في الكرة دي يا أستاذ إبراهيم اتلعب بسبب التوقف بتاعها 11 دقيقة وقت بدل محتسب بدل من ضاقة طيب لو اعتسبت هدف كان هيحتسب وقت بدل من ضاقة 11 دقيقة ما كانش فيه 11 دقيقة ضاعت بقى مش كده خلاص هتسنتره هتوب يدي 2-3 طيب هو الجون بتاع الزمال الجيفي دقيقة كام العشر أو الحداشر يعني كان برضو نتجها مش هتتغير لا يتهى حسبت طيب هي دخلت ولا ما دخلتش لا يفتوى خبراء التحكيم قدلوا بدل ويم كابتن ساميرو أصمان نشوف رأيه فيها ايه خطأ سليم تم احتسبه من حاكم مراهق قرار فني إنما لا يمكن لا يمكن عبدالله السعيد يخش برأسه كده في الحاكم ويسكت لا أنا بالنسبة لأحمد هنا بصراحة لا يمكن انت حاكم دولي انت حاكم دولي انت تكررك فني صح انت تسيب لعيب بغض النظر عن مكانات اللعيب ده يخش برأسه كده فيك انت طبع انت هتدلوه هتعاكبه امتى انت هتعاكبه يا احمد امتى وانت حاكم دولي كبير كل الناس بتتفرج عليك ومن الحكام فنيا كويسا انما شخصيا النهاردة لأ عندك مشكلة كبيرة ثانية واحدة ثانية واحدة احنا هنا بقى نتكلم في النقطة الناس كلها بيتفرجوا عليها هنا راكل الجزاء راكلت الجزاء دي هي حالتين مركبتين ايه هو الحالة الكرة دخلت ولا لأ ما نشوف الكرة دخلت ولا لأ نلعب الكرة نلعب الكرة بس ايوانا القانون بيقولك لابد ان الكرة في رسم توضيح من المجلس دولة تشريعي لكرة القدم هنجيبها محمد الكور دي لازم انت الكورة تشوفها بالكامل لو فيها شعرة لو جزء منها زي رسم التوضيح والكور دي لعا الارض دي كورة عا الارض من الإفعajo نجي زاوية حديعة بس الكورة على الأرض دي الصورة بتاعت الإفاب الإفاب يعني المجلس الدولي التشريع على الكورة القدم ده اللي بيسن كورة القدم مش الفيفا هنا طبعا هنا نبين لك لازم الكورة بيكاملها تبقى جول لو على شهرة زي دي حتى لو تلت ترباحها جوة تمام متبقى شهدف فنشوف حالة المباراة بتاعت النهاردة ونجيب زاوية بالضبط ده المجلس الدولي التشريع هو إفاب تمام هنا الكورة طالما نفيه جزء من الظاهر وفي حاجة أنا برضو أعوزه الهالة سنك الخطوط من سنك القائم والعرضة تمام فطالما فيه جزء بسيط مدى مش باين يبقى الكورة دي مش بكامل محيطة أو كامل قصد الجزء أنا أسألك سؤال أنت شايف الكورة بكامل؟ لا خلاص يبقى الكورة مش جول بس هي سهلة إيه ده؟ قعد بيزعقله بالشكل ده وانت حكم دولي؟ لا الشارة الدولية مستهلة اللي يحط الشارة الدولية مستهلة الكلام ده يزعى الناس بس الناس اللي بتفرجوا عليه هيفهموا اللي أنا بقوله أنت تمسك شارة دولية وانت يسامي حكم كبير يبقى لأ طبعا هنا زي الكورة الآن مش باينة بالكامل لازم بالكامل يبقى الكورة ما دخلتش عندنا آخر حالة من حالات المباراة اللي هو التهاون للحكم الرابع مدرب الزمالك دخل واللعب شغال يبقى لازم ركر حرة غير مباشرة وأنذار بص هيعمل التاني بقى بيمسك الحكم وانت كحكم رابع هنا بتحمل عاطف حسين المسئولية انت زي ما تنديش حكم المباراة وتقوله ان راجل احتدى عليه ده اعتداء ده بيزقوا في صدره ازاي ده منظر لا يمكن اتمنى من كل حكم اللي بيتفرجوا ما تفرجوش عن منظر ده ما قالوتوش حكم دي نار ده مطش التحكيم للنسيان بأمانة انت لما تشوف العقوبات اللي اتخذت شوف كام مرة قال ماينفعش اللعيب يخش براسه مش مصاحش اللعيب يخش براسه كده والمدارم دخل الملعب بدون اذن وبعدين مسك الحكم الرابع يهزوا والعقوبات اللي طلعت ايه يا والد عيب كده واخد بالك الناس عملت ما تستطيعوا عشان ما تصعدش ولم تنجح يا ريت خات العقوبات بقى وكنت اكتسب القوة الاحترامة الكامل والمصدقية وخلاص الموضوع بينفجر بينفجر لان مش هم مش بينفجر عشان الكورة دي لان لو عكورة دي زي ما بقولك كده ما كانتش هتغير من الامر شي هتبقى اتنين واحد وبتلعب لك تلات اربعة دقايق وما فيش الجوني اللي جي في الديقة احداش ولا الديقة عشرة بتاعة الوقت المحتسب بدل من ضاع او اتنين اتنين يعني عايز اقول ايه النتيجة ما هياش ما كانت هتغير قوي باحتساب لو الكورة دي احتسبت ما كانش الموقف ده كله هيبقى له لازمة بس بقى ساعتا كان هيحصل ايه كنت هتاخد القرارات السليمة طيب نشوف الكابتن محمد صلاعب فتاح في موقع القاهرة اربعة وعشرين عن ضربة الجزاء اللي اتحسبت للزمالك مع المصر عشان نشوف هو مين اللي خات حق ومين اللي ضحقه لقطة احتساب راكلة الجزاء لنادي الزمالك تعالوا نركز في اللقطة الاولى هنلاقي فيه ماسك ميتشيرت طيب محمود البهانا ما بيحسبش الماسك ده لما زي ما احنا شوفناه في مباراة الزمالك وسموحة والماسك ده او اللي هو هو مسك وساب يعني اللقطة دي هو مسك وساب هنا مش مخالفة لم يؤثر على اللاعب ولكن هو هنا قال له في راكلة الجزاء تعالوا نروح بقى للقطة اللي بعدها هتلاقي الزراع مفروضة والكورة خلف خلف ايد لقى بالنادي المصري يعني معنى كده ان الكورة لم تلمس زراع لقى بالنادي المصري لانه لو لمسك الكورة هتغير اتجاهها وهتبقى في الارض او هتغير اتجاهها لكن الكورة رايحة في اتجاهها فنقطة التلامس هنا مش موبودة يعني أنا الحد هنا ما عنديش بخالفة ما عنديش بخالفة راكلة الجزاء الغريب بقى احمد الغندور بيرجع بيحتسب راكلة الجزاء على ايه على الصورة اللي احنا شفناها دي انا مش فاهم الموضوع منتهت تعال بقى بعد كده نروح للتنفيذ هنا الكورة لم تعبر خط المرمى بكاملها هنا مفيش هدف طبعا هي واضحة جدا عند محمود البناء ولما تعادت في الاعادة دي والزاوية دي الوحيدة اللي تقدر توضح لنا هل الكورة عبرت بكاملها ولا مش بكاملها هنا مفيش هدف وكان القرار استمرار اللعب الاستاذ محمد صلاح او كابتن محمد صلاح راح لحيطة محدش فكر فيها الحقيقة هي اصلا هي ضربة جزاء اللي قالك ملمسيتش ايده اصلا هذا يعني واللقطة اللي جات مفيش لقطة حاسمة هي من وراء مبهين ان اللي يتبخبية كورة الله اعلم مشت بالعرض ولا كانت عابرة امام لكن احنا لا نناقش هذا الامر احنا بنناقش كلنا دلوقتي ان حتى ضربة الجزاء فيه اجماع انها لم تعبر بكامل محيطها ومن سما ما حتسبتش طيب حنرجع للتحكيم لكنه النادي اعلم في شكل او في بيان رسمي الان اولا اه تلقى النادي الاهلي خطابا قبل قليل من رابطة الاندية المحترفة يفيد بعدم اقامة مباراة القمة التي كان محددا لها غدا الثلاثاء في السابعة مساء بملعب استاذ القاهرة الدولي واعتبار فريق الاهلي فائزا بالمباراة 2-0 هذا اختار رسمي من رابطة الاندية المحترفة للنادي الاهلي بهذا النص اللي انتو شفتوه قدامكم الرابطة بتختر الاهلي والاهلي بيعلن عن ما تلقاه رسميا وده اللي كنا ساعة ما قدرنا بيان الزمالك قلنا لن نعاول إلا بوصول مثل هذا الخطاب لكن انا برضو عايزة اتساءل يا أستاذ براهي وانا هعرض لكم بس الاول الخطاب اللي ورد للنادي من اتحاد الكورة ايوه ده مهم دي رابطة الاندية اختارت النادي واختارت الاتحاد المصر وكورة الخدم طبعا اختارت الطرفين نادي الاهلي ونادي الزمالك تحية طيبة وبعد يسرون ان نهدي السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة اه يسرون ان نهدي السادة رئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد الموقر وسيادتكم ارق التحيات واطيب الامنيات املينا لكم كل التوفيق الربطة بتخاطب الاتحاد والناديين بناء على كتاب نادي الزمالك الوارد إلينا بشأن اعتذاره عن أداء مباراة الأهل والزمالك المقرر إقامتها يوم السلساء الموافق 25-26-24 على أستاذ القهيرة وذلك لظروف قهرية يرجى التكرم بالإحاطة بأنه تقرر عدم إقامة مباراة الأهل والزمالك والتي كان مقررا إقامتها في الأسبوع السابع والعشرين من المسابقة الدور العام قسم الأول يوم السلساء الموافق 25-26-24 على أستاذ القهيرة الساعة السابعة مساء نظرا لإعتذار نادي الزمالك عن أداء المباراة ده خطاب نادي أو الربطة لكل الأطراف المعنية وما لناشتع ليه عليه لأنه ما بيخطبش النادي بس بيخطب كل الأطراف المعنية دون تعليق منه ثم النادي بيعلن عما تلقاه بشأن اعتباره فائزا 2-0 وفقا ليه اختار ربطة الأندية المحتلة يعني وبعد بشكل واضح كده أن النادي الأهلي فائز 2-0 إذن ده الإعلان الرسمي في هذا البيان اللي قلناه لحضراتكم ونرجع مرجوعنا للتحكيم مونس عدل أشار كلام الكابتن صلاح محمد صلاح عفتاح مباراة صعبة إحنا اللي صعبناها على نفسنا بقادي يومين بتكلم مع الفرقة على فكرة التعالي وعلى فرقة الداخلية النهية أو متزيلة جدوى للترتيب لكن أداءهم في المنشطات اللي فاتت ما بيعبرش عن النتائج اللي هما بيعبوهم بيعابوا منشطات كويسة جدا أداءهم كان أفضل كتير في المنشطات اللي فاتت وأنا قاعد أقولي الفرقة الكلام ده بقى لي ومين وأن أنت لو محترمتش الفرقة الدنيا حتى يقلب عليك لكن للأسف ما تسمعش الكلام شوط الأولاني كان متعالي غير عادي دخلت بين الشوطين كان صوتي عالي جدا وأعتقد أن بعد الدوش اللي كانت بين الشوطين اللعيبة خرجت فهمت أنا أتكلم فيه والأنا بقوله بقى لي ومين اتفاهم بين الشوطين فاللعيبة نزت في الشوط التاني أدت أفضل كتير واخدت الأمور بجدية والحمد لله نحن نفوز بالتلات مقاتل كوت من الله وليه من زمانك فإنك بيبان لزوني فرقة مش فهمي السؤال ما خصش مدارب النادي العالي سوف أعطني أنة مستعدة للحزن وأنا ننفوز مستعدة لها والله الشوطين ليس موجود وخلا سوف أحضر 1000 السؤال ليس ليا ولا ليا كمدارب النادي العالي ولا ليا كمدارب النادي العالي السؤال ليس ليا أنتهي بيطات الأدعاء ومنه لأيكي درس المسابقة ومنه لله あの سؤال ليس ليا هل يمكنك أيضًا أنه يمكنك أيضًا أنه يمكنك أيضًا أنه يمكنك أيضًا أنه يمكنك أيضًا من بعد إصابة عاني معلول نحن ندي فرصة لكريم فؤاد في هذا المكان وقدّه في مطشط كبير جدًا ودغوط كبيرًا وأنا مبسوط من أداءه وعمل مطشط كويسًا النهاردة حبينا بس في نهاية المباراة أن نحن نعمل ضغط هجومي أكثر فعشان كنا نزلت كوكا على أساس أنه العيب أيضًا أعصر أو أشوك كريم فؤاد بلعب برقليل اثنين لكن كنت أحبب أن أنا كان فيه تاكتيك معين عايزة نفذه بوجود كأكوكا وهو أعمالها كويسًا أو منزل لكن هذا ليس معنى أنه مدائي من كريم فؤاد أو ليس مقتنع بأداة أو لا أنا شايف أن كريم بأدي مطشط كويسًا إذا أبيدي من طبعي؟ 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 بعد الإصابة بدأ ينزل يأخذ مطشط كثير وراء بعض ضغط كبير جدًا مع المنتخب وبعدين معنا الناس بتأكد فاكرة أن الحارس المرمى عشان خطر بيبقى واقف ما بيجريش كثير فهو معلوش ضغط بدني لكن ده مش حقيقي الحراس بيتمارس عليها ضغط كبير جدًا بالزاد في النادي الأهلي لأنه هو لازم يأت السعين دي عليه ضغط ذهني ونفسي كبير جدًا إن هو ممكن بيجيل واحدة بس في الماتش زي النهاردة أوفة مثلا ما جاربش عليه حاجة تقريبًا بيفضل طول الماتش في حالة تركيز شديدة جدًا زي بقية اللعيبة فهو من حين لآخر عايز رايحه وأوما بحس إن هو ممكن يبقى الضغط عليه كبير وأنه ممكن يتعور فبقى بريحه شوية زي ما حصل النهاردة فالظروف النهاردة كانت مناسبة إن أنا أدي أوفة وخصوص إن أوفة حارس كويس جدًا وقدى معنا أداء كبير وش إنه حارس كبير جدًا وحارس تاريخي لنادي وتقبل ده جدًا وتفهمه بشكل كبير لأنه هو شخصية هو بيقول دمها كبيرة وبيفاهم الوضع كويس فالموضوع مش أكتر من إنه من حين لآخر الشنوى هحب إننا رايحه مع ضغط المطشات زي زي بقية اللعيبة بس مش حيبقى بشكل زي اللعبة التانية اللي هو روتيشن مش حيبقى كده والشنوى معنا في المطش الجاي أكيد يعني بدايةً عايز بس أقول لكم لحظة لأن دايماً أنا بابقى معني أو بالبادة لانجوش أو لغة الوجه والجسد كل شكله فعلاً متضايق الضيق قد يكون بسبب الأداء وعدم تنفيذ التعليمات اللي بيقول أنا بقول لهم ولازم نحترم المنافس وصوتي عيلي وعبر عن غضبه لكن أيضاً الأسئلة المتكررة اللي بدأت تدفعه إلى إنه يشرح وبيفكر في إيه المدربين مش ضروري يشرحوا لك بيفكروا في إيه في كل حاجة أعدت مئ دا ليه ولعبت دا ليه وكريم فؤاد مش عارف إيه يا جماعة مفيش حاجة كده في الدنيا يعني يعني المدربين وحياناً بيبقى لهم استراتيجيات مش ضروري يشرحها مش مش يعني عادي يقول لك عاجل مش وكو منه يكشف ورقه عاجل رايح لعين بفكر في ماتش الزمالك مش عارف إيه وهو جاء ضبناً قال لك أنا ماتش الزمالك مش علق عليك لازم نبقى مستعدين وعملين حسابنا أن احنا حنلعب لما تلعبش بقى خلاص دا موضوع تاني بس أنا أرجو أن الجوادي بس إيه ترفق به وشرح له شوية مش ضروري كل كلمة ممكن تنرفز أو تداية تتقله طيب النادي الآلي إحنا قرينا الخطاب اللي ورد الأول اللي مرسل للكل على إنه مفيش مباراة ثم أرسلت ربطة الأندية للنادي الآلي خطاباً رسمياً ولكل الأطراف باعتماد نتيجة المباراة قال الخطاب حرفياً من الربطة السيد إلى النادي الآلي للرياضة البدنية عنات السيد المدير التنفيذي تحيات طيبة وبعد يسرنا أن نهدي السادة رئيس وعضاء مجلس الإدارة وسيداتكم أرق التحيات وأطيب الأمنيات أملين لكم كل التوفيق بناء على كتاب نادي الزمالك الوارد إلينا بشأن اعتذاره عن دام مباراة الآلي والزمالك المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 25-6-20-24 على أستاذ القاهرة يرجى التكرم بالإحاطة بأنه تقرر عدم إقامة مباراة الآلي والزمالك التي كان مقرر إقامتها ضمن الأسبوع السابع والعشرين من مسابقة دوري العام القسم الأول دوري نايل يوم الثلاثاء الموافق 25-6 على أستاذ القاهرة السابع مساء وذلك نظراً لاعتذار نادي الزمالك عن أداء المباراة مع اعتبار فوز ناديكم بالمباراة بنتيجة 2-0 وتفضلوا بقبول وافر الاحترام عقيد محمد فهيم المدير الإداري لرابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم طيب النادي الآلي في بيان مهم لجماهير النادي لأنه كمان الجمهور حجز تذاكر المباراة ودفع فلوس الأهل هيعمل إيه في فلوس جماهيره إحنا بدأنا الحلقة إزاي النادي الآلي بيقدر جمهوره وإزاي النادي الآلي دايماً بيمتن لدور جمهوره معاه ده اللي دفع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لإعلان أنه وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لجنة المباريات الاجتماع والتواصل مع مسؤولي شركة تذكرتي الاتفاق على كيفية تعويض الجماهير التي قامت بشراء تذاكر مباراة القمة التي لن تقام غداً جاء ذلك بعدما تلقى النادي خطاباً من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة المباراة المشار إليها في موعدها واعتبار الآلي فائزاً باللقاء 2-0 وطلب رئيس النادي من لجنة المباريات بحث الأمر بشكل عاجل للحفاظ على حقوق الجماهير الآلي التي تستحق التقدير لا سيموى أنها تتحمل الكثير من المتاعب للتواجد في الملاعب المختلفة من أجل مساندة فريقها في كل زمان ومكان كلام مسؤول أي متوقع أن ونت في بتدرس كل جوانب الموضوع ما بتنساش حقوق جماهيرك وضروري حيبقى في حلول علشان الأموال دي ما تروحش على الجماهير وكيفية تعوضة بإذن الله يعني ما تيجي نتوقف عن الكلام عن هذه المباراة خلاص ودعنا زي أقولك موف أون شوف إيه عندنا طيب إحنا كنا بنتكلم على مطش الداخلية هنشوف رأي الدكتور طه اسماعيل على أداء الأهل في المباراة لأن المباراة مرت ببعض المنحنيات والحياء يعني ميستر كولر لما أشار أشار إلى أنه اللعيبة في توقيت وده يمكن الناس هنا إحنا ممكن نفهمه زهنيا مارس الكولر ممكن ما يفهمهوش اللعيبة وهي مقتمة على مباراة كبيرة زي الأهل والزمالك طول عمر مباراة الدوري اللي قبل الأهل والزمالك هتلاقي الفرقتين مشغولين زهنيا بلقاء القمة باستمرار فيه كل لعب عايز يلعب خايف على نفسه خايف يدوس في مجهوده عايز يحافظ على ليقته أسباب كتيرة بتخلي الأداء قبل مثل هذه المباراة الكبيرة حتى لو مش أهل زمالك لقاء فاينال مثلا في أفريقيا الحاجات اللي قبل منها الصغيرة لازم بيتلاقي الأداء فيه سنة اهتزاز شوية هل ده كان السبب التحول في المباراة والفوز المتأخر رأي الدكتور طه اسماعيل إيه فيه نشوفه بالشك أنه الفوز هو كان الهدف الرئيسي لنجل أهلي صحيحة يعني الشروط الأولين لنجلة اللي كان مصوية يطلع على الكورة بشكل كبير جدا وبتنقل كورة سيابية من تحت نص الملعب للأمام وفرص عديدة ضاعت سجل نادل أهلي هدف كميل جدا بتاع أفشا أنا لفت نظري حاكتين في التغييرات الكتيرة اللي اتعاملت التغييرين التغييرتين اتنين من التغيير واحدة منهم تغييرت مودست هو غير مودست بدل حسين الشاحات مش بدل مش بدل الكهربة وده ليه بقى لقى الزحمة كبيرة جدا فنزل مودست على أساس طويل ممكن للأبهادس ممكن يعمل أي مشاكل بالنسبة للدفاع المتكتل الكورة اقتنية نزول عمر السلية في الدفاع المتكتل دوت بتبقى محتاج حد يشوف من بعيد الحقيقة يعني نزول السلية كان مهم جدا في أنه في الزحمة دي سدد التسديد دي طبعا غيرت تجاهها المهم سدد وده محتاج للتكتل الكبير دوت مش أجيب جول إلا بطريقة دي ولذلك نجح في التسديد في تسجيل الهدف المطلوب يعني أشارك مع حضرتك في الهدف تحديدا أن يحسب لمحمد هاني أنه لعب الكورنر بسرعة باكباس لإمام عشور ما هي شغل جماعي يعني هنا بس أنا بس كل السلية على العتباني ده التغيير اللي تم وفكرة التغيير وفلسفتها إن السلية بيشوت كويس من برد 18 فهو نزله مع التكتل دوت لازم تنوش من برد نازل مودست على أس طويل لكن هو عامل الأسيست كمان جميلة جدا ليك أغلبا فدول تغييرين مهمين وحاسمين خلاف التغييرات الأخرى لكن برضو هنا بتبرز روح النادي الأهلي روح الفنيل للحامرة في أنه الإصرار على الفوز نتيق لغم الصعوبات اللي لقاها النادي الأهلي في الأداء مع الدخلية وطوالي القامة والدفاع الكدير المتكتل لكن نجح فيما هو يفوز وده كان الهدف الرئيسي من المباراة أو الحاجة اللي ندقى اللي خرج بيها هي ثلاث مؤقتين شيء مهم جدا بالتأكيد طيب باشموندس الشيخطاء أشر إلى نقطة مهمة وهي طبيعة هذه المباريات والمرحلة اللي جاية ويبدو أن الكلام لازم أن يبقى مهم جدا للفريق أنت دخلت في مرحلة عندك عدد كبير من المطشاط المضغوطة في توقيت قليل ومعندكش أي مجال لفقد نقاط نصحتك كيف للتعامل مع المرحلة دي أنا أقول لك أنا أيوه ما عنديش مشكلة أيوه إنقابل أن الأداء ما يبقاش ممتعة أيوه لأن الأداء التكتيكي أتفهمه الأداء التكتيكي بيبقى على حساب المتعة أيوه أنت بتقيد لقدامك لقدامك بيقيدك أيوه وبتلعب بشكل يحفظ إذا تقدمت يحفظ لك على تقدمك لكن أنا ملاحظتي مش معنى إن أنا بأبل أداء مش ممتع إن أنا أقبل إن يخش فيي كل مطش وإن ملاش معنى أيوه أو في خارج سياق المباراة إن كل فرقة من خلال هجمة أو اتنين أو تلاتة تقدر سجل فيي بتقبل أحيانا في ظروف استثنائية إنه اللعيب يشوت كرة من البعيد تيجي في إيد لعيب والحاكم يقدر أنها ضرب الجزاء وديك كررت معاني على فكرة كتير أو كرة تروح في السوق كبعيد كده بطريقة ماشي متوقعة ماشي لكن إنه يبقى فيه كرة أصلا هي بدأت الخطورة لإنك ما تغطش وما أمنتش دفاعك وسمحت لللعبة أنها تتلعب لا مرفوض أو تقعصت عن الرجوع وقطع الكرة اللي تقطعت منك ده مش مقبول فيه حاجات تقبل وحاجات ما تقبل اعملوا اللي عليكم وحنحطوكم على رأسنا كلنا لإن تعبتوا جدا وكتر خيركم ووصلتوا النادي الآلي اللي مراحل كويسة بس اوعوا تقرروا يبقى عادة عندكم إن الدوري يبقى يا بديلا عن الأفريقيا يا العكس لا هذا كلام غير مقبول العبوا تحت الضغوط وما تفقدوش النقاط اللي ملهاش لازمة كملوا تعبكم وكملوا تفوقكم كملوا مكانتكم الرائع كجيل حفر اسمه بشكل جيد عشان هو ده لو تحقق هو ده اللي حيديكم بجد الكريدت أو حيديكم الوضع الذي لا يقبل المقارنة يعني الفوز بالدوري السنة ده أستاذ إبراهيم مع أفريقيا لا قصة هتختلف جدا 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 في إيه بقى لا الجيل ده يبقى عمل كل ما هو مطلوب منه يعني يعني بيكسب الدوري أخسرته سنتين رجعت استرديته وإحنا قولنا إحنا عارفين خسرته إزاي ما تدوش فرصة للناس تخليكم محتاجين قوي إن النقطة ونقطتين خلي مصيركم في إيدكم بإنكم تتفوقوا مش عايزين أخطاء ملاش لازمة أنت بتقول لهم إيه ممكن نضحي شوية بقى يعني نخف الخروج معلش الفترة الجاية استحمله الفترة صعبة اللعيبة اللعيبة بقى كل واحد يحفظ على نفسه مش بس في الملعب وخارج الملعب كل واحد يتجنب إن حد يستدرجه العمل مشكلة لإن ده حيحصل الفترة الجاية هيتم باستفزار اللعيبة عشان تخش في مشاكل خلينا بقى كده محترفين قوي ومعلمين قوي وعارفين هدفنا إيه ونروح له وأنا متأكد إن كل الناس وراكم وجماهيركم مقدرة وحتشوفوا المساندة اللي أنتو تتمنوا خلال الفترة الجاية بتسعمله وبقول لكم عليه إذن اختار رسمي من ربطة الأندية المحترفة للنادي الأهلي بعدم إقامة لقاء القمة الأهلي والزمالك نظرا لاعتزار الزمالك واعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 وكابتن محمود الخطيب يوجه لجنة المباريات في النادي للتواصل مع شركة تذكرتي لحفظ حقوق جماهير الأهلي اللي حجز التذاكر هذه المباراة وبحث كيفية تعويدها في الفترة الجاية دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير عشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله أسبوع الخير